تحياتي grade 12 students تحديدا صف الاس ايه بهيدا الفيديو هنكون مع اول درس physics درس الانرجي الورك اند انرجي هنبلش بمقدمة صغيرة عن الورك جاهزوا ورائكم اقلامكم النوتس ولاتس جو اول نوت عم بقلي انه بس يكون في عندي وورك دان فالانرجي هتتحول من فورم لا فورم تاني تمام من كاينتك لابتنشل من كاميكال لكاينتك او بتنتقل من بضي لبضي هيدا تأثير الورك فمسلا اذا فيه force applied on a certain block هيدا البلوك ساعتها حيتحرك مسافة دي فالورك هيكون force times distance بهالبساطة هيدا يعني فرضا انا جيت عند البلوك هيدا ودفشته هون عملت push يعني انا نقلت انرجي مني او كأنه انا عطيت انرجي للبلوك فالبلوك هيدا حيتحرك مسافة دي distance دي فهون الورك شو قاعدته force times distance فالورك هو عبارة عم force times distance moved by the object فمسلا تسوفوا هيدا عندي هيدا الصبي عم يحرك هيدا البوكس عم يتفش البوكس تمام بدون ما الصبي يتفش البوكس يعمل يتفش البوكس البوكس يتفش البوكس يتفش البوكس ما حيتحرك فالانرجي اللي نقلتها للبوكس حتسمح له انه يتحرك هيدا الورك هي force times distance اللي بشية البوكس فالدال force applied هي 20 نيوتون الدستانس هي 15 فالورك حيساوي force times distance 20 times 15 فهي 300 جول فاليونت هي 300 جول هيدا الورك الورك to be done a force must be exerted لازم يكون عندي force هو لازم يكون في motion يتحرك او displacement يتحرك بنفس اتجاه الفورس يعني انا اذا عم بتفش البوكس عاليمين لازم البوكس يتحرك عاليمين وهكذا طيب الانرجي هلا الانرجي تعريفة هي ability to do work القدرة انه اعمل work يعني اذا انا ما عندي انرجي انا ما في طاقة بالمرة بجسمي هل انا حقدر اتفش البوكس واعمل work لا تمام فهي ability to do work when work occurs something moves or changes متل ما شفنا من شوي انه البوكس ممكن يتحرك فالانرجي هتتحرك من مكان لمكان او تغير الفورم لاله وحنشوف example بعد شوي في عندي هون مسلا هيدا انا عم بتفش صخرة مش انا يعني حدا تاني عم يتفش صخرة او حجر او whatever فهوني عم بيحرك هيدا البوكس او البول هوني مسلا البنزين لما ننقله لالكار فحيصير في chemical reaction بقلب الكار حتسمح له تمشي وتعمل mechanical energy بدون ما يصير في تفاعل كيميائي بقلب الكار البنزين يعمل reaction ما هيصير فيه motion لالكار الابل اشهر مثل الابل لما الجاذبية تخطف على تحت فحيتحول الانرجي هتتحول من gravitation gravitation ل kinetic energy يعني تخليها تتحرك ففي عندي كتير اشكال من الانرجي kinetic potential light energy chemical energy sound energy whatever في كتير اشكال هي هون قدامكم examples gravitational هون example التفاحة اللي عم توقع chemical energy mechanical uh gravitation mechanical و kinetic هين اللي حيكونوا موضوعنا نوعا ما بها الفيديو electrical بطاقة الكهربائية radiant اللي من الشمس nuclear energy والmagnetic energy اللي من الماقن خلينا نشوف هيدا الابليكيشن مع بعض شوفوا هيدا السيستم عندي حاستعمل solar energy كتير نحنا هلأ مشهورين فيها وححط الانرجي symbols شوفوا كيف في عندي sun energy من sun light energy هنا حطينا بس هي فينا نقول اه فينا نقول solar او radiant energy عم تيجي على solar panel هون وعم تتحول الا electrical energy و thermal energy thermal طبعا هي losses اخسارة لانه انا بدي كل الطاقة تتحول الى electrical بس الاخسارة بال real life لابد منه فجزء من هيدا الطاقة هيتحول ل thermal او heat هيدا اللي عم تشوفوه بالاحمر ازا صار فيه clouds غيوم متل وضعنا حاليا فكمية ال radiant energy حتخف المفروض وآه light للامب حيخف متل ما عم نشوف بواقعنا هلأ هيدا اكزامبل بسيط عن تحول الانرجي من فورم لفورم تاني يعني هيدا اللامب ما خلقت انرجي من العدم هيدا اللامب جابت الانرجي من الصن وتحولت للايت انرجي كاينتك انرجي اول نوع من الانرجي لازم نحكي عنه هلأ وبدرسكن هو الكاينتك انرجي اللي هي نتيجة الموشن اي اوبجكت حيتحرك هيكون عنده كاينتك انرجي لانه اي اوبجكت بدنا نحركه لازم نعمل عليه فورس وهيدا الفورس هتسبب وورك تمام الورك شو هيعمل لنا الورك يا بيحول الانرجي من مكان الى اخر مني للبوكس تمام من البنزين لا يخلي السيارة تمشي فهيدا تحول الانرجي هيدا حيخلي الابجكت يتحرك بسبيد جديدة بوكس عم بيكون ثابت محله عملت عليه فورس ام هيدا البوكس تحرك بسرعة معينة وصار هوم فهيدا بيصير عنده هو عم يتحرك كاينتك انرجي الفورمولة الى هاف ام في سكوار فخلينا نشوف اكزامبل ماهي الانرجي من 1200 جرام بيصير بيصير يتحرك بسرعة 24 متر في سكوار 1200 جرام يعني 1.2 كيلو جرام 1.2 كيلو جرام ما تنسو من جرام لكيلو جرام نجد أن نقوم بيصير من 1000 فحقل الكينتك انرجي هي هاف ام في سكوار mass times velocity سكوار فالماس هي 1.2 متل ما اتفقنا والفلسطي 24 سكوار حتطلع 1382.4 جو شوف اكزامبل تاني يلا ان شاء الله تكونوا عم تكتبوا معي في عندي اوبجكت هالمرة هو عطاني كاينتك انرجي 88 جول والماس 45 جرام قدي سرعة هيدا الاوبجكت هاو فاست هاو فاست يعني شو بدي طلع ايوه الفلسطي برافو عليك ما معي الفلسطي معي ماس ومعي الانرجي هروح قلو كي ايوه الف ام في سكوار فحعوض 88 وحاف و 45V سكوار اذا عملت كراس ملتلي كيشن يعني هيكلة 88 ايوه الفلسطي زيكوار هايدي الوفيه يعتبره للكل فإذا عملت cross multiplication حتصير 176 equal 45 v squared حققصم 176 over 45 وحتطلع معي v squared 3.9 كيف بخلص من radical أيوة بنعمل radical تطلع 1.97 هيده الفلس فإذن هي موضوع rule عملنا له applying ومش الحق نروح للpotential energy وتحديدا gravitational potential energy صف الls والgs بياخدوا الelastic potential energy كمان potential energy هي بتعتمد على position تاع الobject with respect to or relative to the zero position أو reference يعني أنت بكون عندي storage للpotential energy إذا object كان مرتفع ارتفاع معين عن reference أنا أخده مثل ما قلنا بموضوع الأبل هات نرجع لموضوع التفاحة هوني فطالما هي فوق في عندي gravitational potential energy مجرد ما توقع هيده الgravitational هتبلش تتحول لكاينتك ليه لأنه الgravitational potential energy بتعتمد على position أو على height وحنشوف وحنشوف الاكزامبل نفسه فإذا نقلنا هي معتمدة على الماس أو position أو height فالأبل hanging from a branch بس يكون في أبل هانجين أو أي object مرتفع ف it is pulled by gravity ستشده لتحد معناتها سيكون عندها gravitational potential energy إذا أخذنا reference هو الأرض reference هون هي ground تحد وإذا وقعت الأبل فهيدي الgravitational potential energy is converted into kinetic energy هتبلش تتحول لكاينتك فينا نروح نشوف هيدا الاكزامبل بناء على هيدا الجملة اللي عم نقول هنروح نشوف هيدا الاكزامبل هون عنا هون يا جماعة هيدا البنوت هتلعب تزلج على هيدا المش عارف شو اسم مهم هتعمل skating ف هنقيس الenergy خلينا نقيس الspeed كمان لاحظوا الspeed فإذا تطلعوا على أعلى point عندي هون هعمل slow أعلى point تقريبا عم تصلى البنوت هون هيدا أعلى point فالspeed تقريبا وصلت هون 0.2 ما عم بخليني إيس عند أعلى نقطة بس إذا بتطلع على speed هون يعني تقريبا 0 أعلى point بتكون يعني للاحظة بتحس هو وقفت البنت وحترجع تنزل فلاحظوا الفرق بين الكاينتك وال potential الكاينتك 31 جول كتير صغيرة بينما ال potential هي تقريبا 3000 جول 1900 مجرد ما ترجع تبلش تتحرك لتحت شوفوا كيف الكاينتك حتزيد وال potential حتقل شوفتوا كيف الكاينتك صارت 1200 تقريبا 1200 بس ال potential وكل ما تنزل كل ما الكاينتك عم تزيد وال potential حتقل لحد ما توصل لمطرح على الأرض هون ال potential تقريبا كتير صغيرة وال كاينتك كتير عالية عنا potential تقريبا 27.5 حتطلي هون 0.05 فهي عملية تحول بين كاينتك و potential energy فهيدا بيثبت أنه وموضوع solar panel اللي شفناه كمان هي neither created nor destroyed لا هي بتخلق فجأة ولا هي بتتدمر هي موضوع تحول من form ل another طيب potential energy أو gravitational potential energy تحديدا هي mass times gravity times height مش قلنا معتمدة على height ومعتمدة على الجاذبية وأكيد وزن الobject بيلعب دور الماث هي kg gravity 10 meter per second square أو أوقات بيعطونا هي 9.8 وال height هي height بال meter فهذا مرة سأضع المرة مثلا عندي body of mass 10 kg at a point a of altitude 20 meter above the ground calculate gpe لماذا قال above the ground هم مهم يا جماعة لانه حسب الريفرنس انا بدي انتبه اذا هيدا الريفرنس سيكون above reference ولا below reference يعني انا مثلا اذا عندي هيدا البنوت مثلا اللي كانت عم تنزل فطالما هيدا reference وهي عم تكون فوق reference وهيدا height فانا ما عندي مشكلة بس الاشارات هتتغير اذا هي نزلت تحت reference كانت عم تتزلج بمكان ما والreference انا اخده point وفي يعني مصنوعة بشكل انه تقدر تنزل تحت reference فاذا صارت تحت reference فممكن هوني اللي height او gravitation potential energy تطلع بالnegative عادي جدا فالجي بي هي mass times gravity times height mass ton و 20 هي height gravity ton كيف ما حط ترتيب وما بتفرق لانه كل مضربين ببعض الunits اتأكد منه kilogram ومتر meter per second square فحت تطلع 2000 jube نروح لأجزامبل تاني large block of stone is held at a height 15 meter having gained 4,500 gpe هون عطيني هو لل gpe فبدي طلع الماس لل block فمع gpe هي 4500 مع gravity ton وال height هو 50 حقص على 150 لانه هي 15 times 100 حط عطيني 150 وبطلع الماس هي 30 kg خلص الميكانيكا الانرجي الميكانيكا الانرجي يا جماعة هي sum of its macroscopic kinetic energy and macroscopic potential energy macroscopic يعني كل شي انا قادر شوفه بعيني متل ما كنا عم نشوف real life examples بعيننا قدامنا مش بحاجة لمايكروسكوب لشوف البارتكلز ولا شي فهي بتسوي ke plus gpe plus epe صف الاقتصاد مش مطالبين بال epe ال elastic فهي kinetic plus gravitational potential mechanical energy حتكون اول شي هي جامع kinetic وال gravitational وهي conserved in the absence of friction اذا ما في friction forces عندي هو بقول لي neglect friction مثلا بتكون conserve شو يعني conserve يعني m e before equal m e after او اذا خلنا الexample هون اذا قال لي ما في friction هون محل ما عم تتحرك البول فمعناتها يا جماعة بكون m e على point one بتسوي m e على point two الميكانيكل على point one بتسوي الميكانيكل على point two هيد يحفظوها منيح اللي عم يكتب notes هيد مهمة كتير وكتير اسئلة وافرع تعتمد على هيدا البطار اما اذا عندي friction فبكون في عندي loss بال mechanical energy تمام وهيدا الواقع بالحياة العملية يعني بس في اسئلة كتير بتقول لير neglect friction ف delta m e هي بتسوي work done by friction شي يعني delta m e هي التغير تغير m e يعني اذا نقصت mechanical energy final ناقص الانيشيال الجديد ناقص القديمة m e 2 ناقص m e 1 اطلع الwork اللي عم تعمله الفريكشن فورس عندي تمام delta m e هي بتسوي الwork done by friction ونحنا شفنا الwork هي force times distance في كتير اسئلة انا بشوف او اسئلة بشوف انه هني بيعطوكم rule given ف الفريكشن من الا non-conservative force لانه بتسبب loss بالmechanical energy هي واحدة من اشهر non-conservative forces اللي بتعمل للوص بالmechanical energy وما بتحافظ عليه طيب وعادة loss of mechanical energy appears in the form of heat اخسارة الميكانيكا الانرجي بتبين كحرارة يعني مثلا نفترض انا عمجر صندوق هون على هاي دي السلايد تمام بدل البول عمجر صندوق هون فبتلاحظوا بعد تك ممجر هاي دا البوكس هيكون في عندي هون heat حرارة صح ازا بديس هون بلاقي سخن نفس الشي دولي بتاع السيارة لما اعمل فرام لما اشحط فرام فكمان هاي دي هيت فهيدي الهيت هي بتعبر عن خسارة بالميكانيكال انرجي لوس بالميكانيكال انرجي طيب قبل ما نبلش حل ال اكسرسايزز يا جماعة في اشي ننتبه لا اه اترست الفلوسيتي بتكون بتساوي زيرو ازا قال لي اترست يعني بضي اترست فالفلوسيتي زيرو معنات الكاليناتك انرجي زيرو هايدي انتبهولا ازا قال لي ماكسيموم هايت شفناها بالبنت اللي عم تعمل فلقينا انه ع اعلى نقطة تقريبا الفلوسيتي زيرو عم توصل لمطرح هيك ربع ثانية زي كانو هتوقف محلة وبترجع بتنزل فالفلوسيتي زيرو يعني الكينيتك انرجي زيرو بتكون بتكون زيرو يعني مثلا هوني في بتانشي الانرجي لانه في ارتفاع عن الرفرنس ازا اخذنا هيدا الرفرنس الارض تقريبا اما ازا نزلت السيار على هيدا البوزيشن تحت هل في ارتفاع لا مافي ارتفاع تمام يعني البيتانشي الانرجي زيرو هيكون الهايت زيرو ازا مافي فريكشن فورسيز اللي نجلاكت فريكشن فورسيز فال ميكانيكال الانرجي كونزير مي بفور ايقوال مي افتر واللوس ازا في لوس بالميكانيكال بالكوتنشال بالكاينيتيك فهي الفريييشن بدي طلع البيفور الافتر ناقص البيفور مي فاينل عادة اكتر شي بيانس اقتصاد عن اللوس بالميكانيكال الانرجي فهي فاينل ماينس انيشي خلينا نشوف هيدا السؤال دورة الفام وطمنتاش التانية كتير سهل ولزيز عندي بدي اف ماس ام 0.1 كيلو جرام لونج فاينل افور وذ ان انيشي ال فيلوس يعني في فيلوس من الاساس في زيرو يعني مطرح من طلق الوريجينال فيلوس فمن الا في زيرو عادة فعملنا مجرمنت لل الجرافيتيشنال والقينياتيك على البوينت O و A B C لهيدا الستون وحطينا هون بهيدا التابل قال لي الجرافيتي كمان 10 meter per second squared فصار عندي ماس و جرافيتي 1 indicate the value of potential energy at O معيها بالتابل at O قدي البتنشيال 2 جور خلص خلص أول part 2 deduce the initial height height actual طيب أنا بدي فكر اللي كتب rules ومركز معي شو بتسوي potential أيوة MGH MGH equal to Joule وأنا طلعت من given لل mass وال gravity مش حطينا تحت خط 0.1 times 10 بدي height equal to هون 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 ف2 divided by 1 يعني 2 meter هيدا هو height 0.1 times 10 يا جماعة بيطلعوا 2 times 1 زي 2 divided 1 زي 2 meter ثلاث بدو velocity at point o معي kynetic energy على o من table at d 5 المركز معي شو قاعدة kynetic energy اللي كتب شو قاعدة kynetic هون ثري يا جماعة ما بدي أربط 2 1 2 1 اللي طلع gpe potential بعدها سأل عن height هون طلب velocity دغري الvelocity بمين مرتبطة بالkynetic energy صح half mv square ف هعوض بالvalues half 0.5 الماس معي 0.1 ومن table طلعنا kynetic هي 5 هود 0.5 times 0.1 0.05 نقصهم يعني تطلع velocity squared 100 نعم radical ما تنسو فتطلع velocity 10 meter per second 4 e is the highest point attained by s justified لعندي e هي highest point نرجع لل notes اللي كتب معي notes يا جماعة وحكينا عن البنت هون قلنا maximum height بتكون velocity 0 والkynetic energy 0 يعني فإذا من طلع على point e يا جماعة قد kynetic energy عند e 0 فبتكون هي maximum height بدي طلع maximum height بقل gpe هي 7 فأما gh equal to 7 بعوض mass والgravity يطلع مع height مثل ما اتفقنا holy 1 10 times 0 1 1 7 divided 1 هي 7 meters height height ويطلع المكسيموم height طيب 6 الميكانيكا الانرجي of the stone at the points o c e و conclude الميكانيكا الانرجي هي ke plus gpe عند o والc والe هون 2 plus 5 هاي دي 2 عند ال b هي 4 plus 3 و عند ال e 7 plus 0 فمعنات في conservation of mechanical energy m e is conserved ما في friction صح مش قلنا اذا ما في friction m e is conserved طيب 7 بد ال speed لما هاي دي او هاي دا ال stone hits the ground لما hits the ground يا جماعة فش potential energy تمام potential energy zero لانه فش height حيكون على الارض صار خلاص ما في ارتفاع ف kynetic energy بتساوي mechanical energy اللي هي 7 مش اتفقنا انه هي conserve ف 7 حق عود 0.5 half m 0.1 v square حق اقصم 7 over 0.05 هاي دي حق اقصم فيها ف بتطلع v square equal 140 نعم radical فهي 11.83 meter per second شفتوا السؤال بقى هونو يلا نروح لسؤال تاني دورة 2008 عندي بضي يا جماعة الماس لإلو 2 kg released without initial velocity هالمرة يعني من الاساس ما في velocity انطلق فيها يعني v على a 0 بالتالي لما الvelocity على a 0 شو عندي بيكون 0 من المركز اي وال kinetic energy براظو لعم يا كل بشار يصطفل اللي عم يكتب notes مركز معي تمام الheight at point a هي 5 meter اللي take the horizontal plane bcd هو potential energy reference يعني هون هيدا الريفرنس هيكون عندي على points bcd part part 1 calculate the value of gravitation potential energy of the system at a فهي mgh بس لا لأنه نحن قلنا هي pe زائد ke بس ke 0 ما في velocity فمعنا 2 times 10 times 5 مع height 5 هون ومع mass 2 ومع gravity 10 100 joul b mechanical energy of the system at a part 1 بده potential energy أنا حط m a هي gpe فإذا gpe هون هي m times g times h part اللي بعد بده mechanical energy kinetic energy zero والpotential energy متل ما شفتناها 2 times 5 times 10 يعني هي 100 joul طيب لا mechanical energy between a and b is conserved يلا مفروض حفظناها لا بده تكون عندي conserved لانه اللي هون اخر سطر بالسؤال neglect all the frictions on the part a b على a b ما في friction هيدا part هون ما على friction يعني mechanical energy على a حتساوي mechanical energy على b تمام طيب using glow of conservation of mechanical energy قدي kynetic energy على b point b يا جما هي تحت على الأرض فينا نقول فالpotential energy شو حتكون zero g p zero فالkynetic energy هتصير هي نفسة مثل المكانيكا يعني 100 100 جول شو قاعدة الكynetic half mv squared يعني انا صرت هون عم بكتبون شوي باستعجال لانه المفروض صرت عارفين half mv squared 0.5 times mass to v squared equal 100 ف v squared times 1 0.5 times 2 1 equal 100 حققص ب1 زي اللت معمل radical مباشرة radical 100 هي 10 meter per second هكي بكون طلعت speed عند point b واضحة يا جماعة فاذا المكانيكا الانرجع ال a هون هي ke plus gpe بس طالما ما في initial velocity هون يجماعة اللي هون فال ke 0 هي بس gpe gravitational potential اللي هي mgh طلعناها 100 طيب عند ال point b هيكون عندي ke plus gpe بس gravitational ما في يا جماعة ما هي على الأرض فبس kinetic energy ولي طلعناها هي equal to mechanical على point a يعني 100 joule رحنا عند point b طبقنا قاعدة half mv squared ومع mass هي 2 فطلعنا velocity 10 meter per second نروح لpart 4 قرأوا part 4 عم بيقلي after leaving point b s reaches c with speed 6 meter per second speed point c 6 meter per second طيب أول part 4 عم بيقلي بدل mechanical energy على c ke plus gpe واتفقنا أي point تكون على reference هو قال لي هذا reference يعني هذا المرجعية اللي بيخد منه potential energy أي point مرتفعة عن هذا reference حيكون عنده potential energy تمام لأنه بيكون إلى height وأي point على reference هون ما عنده gravitational potential energy فعشان هيك هم نحط gpe على c أو على b هي 0 مرتفعة فعود بال values معي velocity 6 6 square times 2 times 0.5 اللي هي الماس فبتطلع 36 joule لابد فعشان فعشان مين متذكر قد طلعت ميكانيكا الانرجي على b وقد طلعت هلأ هون على c ايوه واحدة طلعت 100 واحدة طلعت 36 فطالما في لصب الميكانيكا الانرجي يعني في frictional force هاك بكون حل هيدا السؤال خلينا نروح على سؤال جديد هون هيدا دورة 2017 طيب بدو الkinetic انرجي على a بس خلينا نشوف مع bc هي 2 متر مع الماس هي 0.1 كيلو جرام وال height عطان ايا 1.5 متر والجرافتي 10 متر per second square اللي ذا horizontal ايا بس ننتبه ذا solid s هون وفي قبل given خلينا نقرأ يلا solid s considered as particle mass m is released from rest at point a يعني هون v على a 0 يا جماعة ما في velocity على point a اللي submitted to friction force only along bc يعني بس هون عندي friction على ab ما عندي friction وقال horizontal level at bc هي reference يعني هون الرفرنس اللي بياخد عن طريق potential energy او gravitational potential energy يلا part one ke على a متل ما اتفقنا هي zero لانه from rest ما في velocity طيب one two هي m times g times h على point a مع هن كلهم given mass 0.1 g 10 h 1.5 فحق اضرب هن حتطلع 1.5 جول فشو mechanical energy بتساوي kinetic plus potential فهي 1.5 جول خلص يلا نروح على point b بدو speed او اول شي هي عم بقول vb واكيد حيس ان نعم طالما اعطاني هي vb بدون value حيس ان نعم بس عم بمهد لpart 1 سألني لي mechanical energy conserve between a and b ف بسبب انه no friction on a b نحن قرأناها بالتاكس قلنا friction بس ع b c اذا بترجع للتاكس توتو قدى mechanical energy على b هي نفس على a 1.5 جول لانه conserve three بد velocity على b ف mechanical energy على b هي 1.5 جول او kinetic energy لانه gravitation zero خلص البوكس على الارد التحد ف half mv squared equal 1.5 بعود بالvalues اللي معي الماث 0.1 half 0.5 يعني اسهل بالmultiplication ف 0.05 v squared equal 1.5 بنقسم يا جماعة على 0.05 حتطلع 30 كيف بروح squared radical صح نعم radical 3 the solid s reaches the point c with zero speed وصل على c وقف ف del velocity على c ما في zero ف معنات الميكانيكي الانرجي على c zero وقف البوكس مطرح طيب عم بقل الاف هي بناء على الرول هيدا شفناها delta m e هي بتساوي الورك بتاع الفريكشن والورك اول شي حكينا عنه اللي هي force times distance وقلت لكم في اسئلة هو بيعطيكم الرول فهون l m e b minus m e c بتساوي f times b c تمام ف هعود بالmechanical energies اللي معي هني على b 1.5 على c zero ال b c عطاني هي two given four بقسم يا جماعة 1.5 over two فحتطلع مع الفريكشن force هي 0.75 newton مش thank you for watching